لا مفر من الجحيم عنوان لتقرير نشرتهم نظمة هيومن رتسوتش عن أوضاع المهاجرين في ليبيا وقالت إنها وثقت انتهاكات يرتكبها المهربون والجماعات المسلحة بحق المهاجرين منذ أكثر من عشر سنوات شاملت الاغتصاب والضرب والقتل والخطف والعمل القصري وغيرها هيومن رتسوتش قالت إن هناك أدلة على أن المهربين متواطئون مع عدد من المسؤولين الحكوميين مستدلة على ذلك بتقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا الذي كشف أن أغلب المهربين لهم سلة بمؤسسات أمنية رسمية منها قوة الردع الخاصة ووحدات من حرس السواحل وفيما يتعلق بمراكز الإواة أكدت المنظمة أن الأساس المعتمدة في فتح هذه المراكز وأغلاقها يبقى غامضا ورغم أن بعض المراكز يعمل بها موظفون تابعون لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلا أن أغلبها خاضع لسيطرة الجماعات المسلحة في المنطقة التي توجد فيها هذه المراكز هيون ريتسوتش أكدت أن حكومة الوفاق لم تسمح لها لبزيارة أربعة مراكز في ليبيا وقالت إنها لا تستجيب للتوجهات الدولية بشأن أوضاع ومعاملة المحتجزين مشيرة إلى أن الموظفين بمراكز الإواة يعانون قلة الدعم وغياب التأمين الصحي والتطعيم وأمام هذه الوضعيات أكدت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي وسلطات الإيطالية على علم بالانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون وطالبوا اللجو في ليبيا بشكل عام وفي مراكز الإواة التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص منظمة هيوم راتسواتشا قررت في تقريرها أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وحكومات أخرى أسهمت بشكل كبير في انتهاك حقوق المهاجرين وأوضحت أن المساعدة في اعتراض الباحثين عن الحماية وإعادتهم إلى ليبيا يعد انتهاكا لقوانين اللجوء الدولية وفي محاولة منها لمعالجة ملف الهجرة أوسطت المنظمة السلطات الليبية بتخفيف الاقتضاظ وتحسين الأوضاع في جميع منشآت الاحتجاز وطالبت ليبيا بالانضمام إلى اتفاقية اللاجئين وسن قانون لجوء يحدد إجراء طلبات لجوء ملائمة للمعايير الدولية ولتحسين قدرات البلاد على البحث والانقاذ دعت هوم راتسواتشا الاتحاد الأوروبي لاعتماد معايير واضحة ومحددة زمنيا ورفض الإعادة الجبري للمهاجرين إلى الأراضي الليبية إلى أن يتحسن الوضع الأمني وحقوق الإنسان وزيادة توطين طالب اللجوء خارج ليبيا اشتركوا في القناة